المعارك المحتدمة في الجوف بين الجيش الوطني وأبناء القبائل من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى هي الأعنف منذ بدء المواجهات تضاربت الأنباء حول حقيقة سقوط مديرية الغيل في أيدي الميليشيا لكن الجيش يقول إنه لا يزال يسيطر على المديرية ويكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والمشايخ والأعيان كل المعطي قهده وبفضل الله سبحانه وتعالى تكاتف وتوحيد صف وتلاحم بين كل في سياق ذاته أكدت مصادر ميدانية لقناة بلقيس أن المحافظة العكيمي نجى من استهداف عسكري بصاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون على مقر حكومي في مركز المحافظة مراقبون حذروا من تكرار سيناريونهم في الجوف بالنظر إلى أنه لا يبدو أن هناك تحركا جديا من قبل الحكومة والتحالف لدعم المحافظة يقود الرجل معركة مصيرية مسنودا بقوات الجيش هناك ورجال القبائل غير أنه يبدو وحيدا من دون ظهر بعد أن بححت أصوات الكثير طالبا لتعزيز الدعم العسكري للمحافظة التي تقاتل منفردة في ظل استمرار الميليشيا بدفع معظم قواتها إلى هناك مع التوقف بقية الجبهات لا يبدو الرئيس هادي مكترثا بمصير أي من المدن التي ما تزال ترفع صورته كرمز لشرعية الدستورية والجمهورية اليمنية ليكتفي بتغيير رئيس هيئة الأركان العامة للجيش وتعيين صغير عزيز فهل يمكن أن يتغير الوضع بتغير قادة الجيش أم أن ما يحدث له علاقة بأبعاد أخرى